السنة دي الأهلي لو مكنش الظروف معندية ومكنش اللعيبة الدولية غايبة عن أول ماتش أقسلنا أول ماتش بس قصدي إنهم مش مجهدين لما جم والإصابات دي ما كانتش حصلت الأهلي كان ممكن ياخد كاس العامل الأندية إيه بتقولي والله العظيم بقولك زي ما أنا بقولك كده كان ممكن ناخد كاس العامل الأندية طب إزاي عاما تقعدش بقى تقول أي كلام وتشيلسي ومش تشيلسي أولا تشيلسي بتمر بأسوأ فتراته أسوأ فترة لفريق تشيلسي هذا الموسي فريق جامد ولعبة قيلة قوي بس عندهم إصابات كتير ما أثر عليهم مرغم من كده أخدوا كاس العامل الأندية بس شفنا بقول المراس إزاي كانوا ممكن يكونوا قريبين من البطولة حلو طب ما أحبب المراس دي إحنا نفسنا خسرنا منها خسرنا بتفاصيل صغيرة حتى في ظل الغيابات الكتيرة بس خسرنا بتفاصيل صغيرة كان ممكن تفاديها جدا وبالمرس دي إحنا كسبناه السنة اللي فاتت وخدمت برونزيا برضو فكانت من أسهل البطولات للنادي الأهلي إنه ياخد كاس العالم للأندي من أسهل البطولات ومن أسهل التحديات أنت بتقابل تشيلسي مش البايرن يعني كموك تقابل تشيلسي تقدر تقدر تسد معاهم ويا سيديا قال لي تقدير توصل ضربات جزاء كنت تقدر البايرن لا البايرن صعب جدا زي السنة اللي فاتت كذا لكن حظ الأهلي هو اللي عطلوا عن عدم تحقيق اللقب هذا الموسم لكن الحلم ما انتهاش ولا الطموح انتهى لأن ناس كتير جدا كان بتتكلم في إيه السنة اللي فاتت برضو بعد ما رجع الفريق من كاس العالم اللي عندها في قطر قالك إحنا قلقانين وجمهور الأهلي طبعا عنده كل الحق بيبقوا قلقانين على الفرقة وقالين على عدم تجدد الدوافع وقالين على حاجات كتير قوي فالناس قول اللعبة دي والجيل ده خد أفريقيا بالقضية ممكن وخد تالت كاس عالم أندية بالجهاز الفني ده بكل الكلام ده فممكن يبقى عندهم تشبق وخدوا دوري وكاس مصر وسوبر وسوبر أفريقيا خدوا كل حاجة خلووا كدوا بطولات فالدوافع هيجددوها ازاي الناس دي لا احنا القانين ده احنا مش هناخد أفريقيا تاني وكنا بنقوله والله إن الدوافع بتتجدد وإن الفرقة هتاخد أفريقيا تاني وإن الفرقة هتشرف في مصر في كاس العالم الأندية تمام؟ وفعلا حصل الكلام هيكرر برضو دلوقتي هيقول لك تما اللعبة دي خدت اتنين برونزية في كاس العالم اللعبة دي برضو حققت كل حاجة الجيل ده كل حاجة هل الدوافع انتهت الطموح انتهت والله أبدا 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 اللعبة دي بالجهاز الفني ده بمجلس الإدارة منظومة كلها بالجمهور كله ملم وعنده يقين كبير جدا إن احنا في يوم الأيام أنيقدر نحقق التموح ده إيه هو التموح نفسينا ناخد البطولة والله ما بنهضر نفسينا ناخد البطولة صعبة جدا برضو ما فيهاش نقاش صعبة مش صعبة جدا صعبة جدا نحط عشرة جدا